آخر الأبحاث العلمية والعلاجية لأمراض الأطفال كانت حضرة في المؤتمر الدولي لطب الأجنة والجهاز الهضمي والكبد الذي اختتم فعالياته بتوصيات عديدة أهمها تطوير الأبحاث الطبية وتأسيس برنامج لزراعة الأعضاء تأتي أهمية المؤتمر انطلاقا من ارتفاع نسبة الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي إضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال إما بسبب العامل الوراثي وإما بسبب بنية الطفل والبيئة تشكل أمراض الكبد الوراثية النسبة الأعلى في المنطقة العربية وتعد أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال شائعة أيضا إما بسبب ارتباطها بعادات الطعام وإما بسبب الجينات السبب الرئيسي لعقد مثل هذا المؤتمر هو لتبادل الآراء العلمية والمفاهيم الطبية الحديثة والخبرات بين دول الشرط الأوسط وبقية العالم بالنسبة لأمراض الأطفال وتحديدا أمراض الكبد وزراعة الكبد للأطفال خاصة أن أعراض المرض وطرق تشخيصه تختلف من بلد لآخر الالتهاب كبد الفيروسي مرض خطير ومعد ويسبب الضرر للكبد لكن العامل الوراثي لهذا المرض يلعب دورا كبيرا في إصابتهم به ما يؤثر على حياتهم لذلك هناك عمل كبير يجب أن يتم للقضاء عليه يجب رعاية هؤلاء الأطفال وإجراء الإحصائيات الدقيقة لتقييم نسبة الإصابة بهم أحد أكثر الأمور السيئة التي يمكن أن تحصل في عملية زراعة الكبد على الرغم من أنها تطورت جدا ونتائجها ممتازة هو الرفض هذه الكلمة غير المريحة الناس يخافون منها لأنهم سيفقدون الكبد لكن في الحقيقة نواجه هذه الحالات بطرق علاجية جديدة حيث نقضي على الرفض وهي الآن ليست بمشكلة في عملية اختيار المتبرعين لاقتطاع جزء من كبدهم ويجب أن يكون عمر المتبرع أقل من خمسين وأن تتطابق فصلة الدم مع المتلقي للحديث أكثر عن هذا الموضوع يضم إلينا هنا في الستوديو استشاري الجهاز الهضمي لدى الأطفال الدكتور عبدالرب حسين صباح الخير نتحدث عن الأمراض التي تصيب الأطفال تحديدا وتحديدا الجهاز الهضمي والكبد إلى أي مدى هناك فعلا صعوبة في تشخيص مثل هذه الأمراض عند الأطفال صعوبة مع توفر الخبرات البشرية المتطورة والأجهزة داعمة وتوفر عمل هذه الفصل لم تعد هناك فعلا صعوبات حقيقية لكثير من الحالات الشائعة والمنتشرة أصبح بالإمكان فعلا تشخيصها وتحديد أسبابها إلى حد كبير وبالتالي يسهل تحديد خطة العلاج فمؤتمر أبوظبي الدولي الأول الذي عقدته كينغز كوليج هاسبيتل بأيضا التعاون مع هيئة الصحة وبدعم من مؤسس الشيخ زايد العمل الخيرية والإنسانية تناول عديد من المواضيع والأبحاث وكان كثير منها فعلا يعتبر نسبيا جديد ومتداول وفي عليه حديث كثير وحضر لهذا المؤتمر علماء على مستوى كبير وعلى مستوى عالمي ولهم وزنهم وثقرهم سواء كان في مجال الأبحاث أو في مجال التشخيص أو في مجال العلاج فتناولوا عديد من المواضيع التي فعلا لها أثر والأطباء مهتمين فيها ويحبوا يسمعوا التفاصيل عنها ويسهل مهمة الخبراء هذا جميل دكتور هذا ربما بعد أن يتم ربما هناك تظهر أعراض على الطفل وتقوم الأم والأب بأخذ الطفل إلى الطبيب ومن ثم يتم ربما تشخيص المرض والعلاج ولكن قبل أن يتم أخذ الطفل إلى الطبيب هناك ربما أعراض تظهر على الطفل وفي بعض الأحيان نحن نتحدث عن الطفل ربما لا يستطيع التعبير بشكل واضح أن هناك مشكلة ما ربما في الجهاز الهضمي أو الكبد يعني ما هي الأعراض التي يجب أن تنتبه إليها الأم أكثر لتدق نقص الخطر والتوجه إلى الطبيب هذا كلام في غاية الأهمية فعلا هو بشكل عام هذا الحديث يتعلق بمسألة أنه كيف فعلا تعرف الأم أنه ابنها انحرف عن المسار الصحي السليم وهذا الموضوع نحن كأطباء أطفال دائما بنتباهى أنه يعني بيميزنا عن غيرنا أنه نحن نستطيع نصل إلى المشكلة بدون ما يشتكي المريض المباشر أو المريض المعني مباشرة وإنما الأم فالأم في الحقيقة من خلال احتكاكها بطفلها بتعرف أنه هذا الطفل الآن انحرف عما تعود البكاء الكثير مثلا أو الامتناع عن الأكل والشرب أو ظهور أعراض جديدة من استفراغ أو إسهال أو تغير في اللون بدل ما كان لونه بشكل معين أصبح لونه أصفر أو باهت أو امتناعه عن الأكل والشرب أو كثرة الأشياء المعتادة كأن يكون إذا هو متعود يخرج مرة أو مرتين في اليوم سار يخرج سبع عشر مرات في اليوم فهذا الانحراف عن الخط السليم هو المؤشر أو هو ناقوس الخطر الذي يدفع الأم أن يجب أن تبحث عن مساعدة دكتور كنا نتحدث عن هذا المؤتمر إلى أين وصلت ربما أو وصل العلم الآن فيما يخص علاج الأمراض أمراض الكبد تحديدا دكتور جميل فعلا هو من الأشياء المهمة لتناولها المؤتمر هو هذا الموضوع وأمراض الكبد هي طيف واسع لكنهم كل محاضر يتناول نقطة معينة فتكلم في هذا مثلا الدكتور البروفيسور آنيل دهوان في مسألة أنه أصبح بالإمكان الآن لبعض الحالات الفشل الكبدي أنه بدل ما يقوموا بزرع الكبد بشكل كامل بيقوموا بزرع خلايا الكبد فبيحضروا الكبد على شكل سائل ممكن نقله كما ينقل الدم ولم يعد هناك ضرورة لمثل هذه الحالات هذا يطبق فعليا الآن دكتور يطبق فعليا وعندهم في لندن الآن ذكروا أنه على مستوى العالم بحدود أربعين عملية في كينجز كوليج هاسبيتل في لندن على تقريبا بحدود عشر حالات إلى الآن عولجت وبنتائج جيدة متى يتمل الجولة مثل هذه العمليات دكتور؟ هو في حالات يسمى الفشل الكبد الحاد لبعض الحالات المرضية وهي بتعطي للمريض فرصة طيبة أنه يلتقط نفسه ويخرج من خطر الموت ويعيش فترة معينة إلى أن يحضر لخطوة أخرى في خطة العلاج طب دكتور بما أنك ذكرت البروفيسور أنيل هو تحدث أيضا كما استمعنا وقال بأن الآن الجينات هي التي تلعب دور كبير في الإصابة ببعض أمراض الكبد وتحديدا عند الأطفال هنا السؤال هل هناك الآن فحوصات يمكن ربما أن تجرى على الوالدين قبل الحمل لمعرفة إن كانت هناك بعض الأمراض الوراثية والجينية وهل هناك ربما أيضا بعض الفحوصات التي يمكن أن تجرى على الجنين وهو ما زال في رحمة الأم ربما لمعالجة ربما بعض الأمراض هذا صحيح والآن العمل مسألة الجينات والوراثة هو حديث العصر الآن لأنه كما سمعنا قبل فترة مسألة اكتشاف الجينوم في الإنسان وأنه هذا سيمهد أو سيساعد على معرفة الأمراض الوراثية ونحن هنا في المنطقة يعني معروف أنه زواج الأقارب سبب من الأسباب في كثرة أو شيوع الأمراض الوراثية ومن حسن الحظ أنه نحن الحمد لله بفضل القيادة الحكيمة والاهتمام الدائم أنه الآن الزواج عندنا يتم فحص المتقدمين للزواج قبل الزواج إلى فحص لنحن حديد بعض الحالات المرضية الشائعة في مجتمعنا والتي أصلها وراثي فاليوم هذا يساعد طبعا على التقليد من الأبحاث التي قدمت في المؤتمر للبروفيسور كايبروس هو مسألة تشخيص داون سندروم والذي هو عبارة عن اختلال في الكروموزومات اللي هي عوامل الوراثة فمن الشيء الجديد الرائع اللي هو الآن في الأوساط الطبية هو أنه داون سندروم أو الداء المنغولي اللي يسمى بدل ما يكون التدخل على الجنين أو الفحص فقط على الطفل بعد الولادة أصبح الآن في مرحلة مبكرة من الحمل ممكن أن يشخص من فحص دم الأم وبنسبة نجاح أو دقة تصل إلى 96.3% هذا الفحص يطبق دكتورة الآن أم أنه في مرحلة الاختبارات؟ لا مش في مرحلة الاختبارات في بلدان الآن لا يطبق فيها نعم وهذه نسبة نجاحه بناء على دراسات اللي هو 96 فيه لكنه ليس شائع الآن في كل المؤسسات الطبية ولا هو أيضا ممكن إلا في مراكز محددة فممكن فعلا إرسال العينات إلى هذه المراكز وتؤدي نفس النتيجة باختصار شديد دكتور هناك بعض أمراض الكبد ربما لديها تطعيم باختصار شديد للوقاية منها هل هناك مثل هذه الأمراض دكتور؟ التطعيم هو من النعم الكبرى الآن اللي نحن فعلا منها التطعيم من التهاب الكبد وبرنامج الآن يطبق عندنا في دولة الإمارات تحصل من الولد أو الطفل من ولادته الأولى أو لسا بعده في غرفة الولادة ممكن أنه يعطى تطعيم لالتهاب الكبد به صحيح دكتور الوقاية خير من العلاج الوقاية خير من العلاج في كل الأحوال وهذا كان حديث أيضا في المؤتمر خاصة في السمنة صحيح دكتور نحن بحاجة لحلقة كاملة وساعة كاملة لتناول كل المواضيع التي تناولها هذا المؤتمر أود أن أشكرك جزيلا شكرا لك الدكتور عبد الرب حسين استشاري الجهاز الهضمي لدى الأطفال شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك